بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرحب بكم أعزاء الطلبة في الفصل الدراسي الأول لمادة التربية الإسلامية للصف الثالث الابتدائي وعنوان الدرس هو سنة للوضوء أهداف الدرس أتعلق اليوم 1. تعداد سنة للوضوء 2. تبين الحكم الشرعي لترك سنة من سنة للوضوء 3. أداء الوضوء بكيفية صحيحة 3. تبين الحكم الشرعي لترك سنة للوضوء 4. تمهيد 4. عفوا يا معلمي أريد أن أسألك قبل أن نبدأ درس اليوم شاهدت والدي وهو يتوضى فرأيته يقوم بأعمال أكثر من التي تعلمناها في درس فروض الوضوء فما سبب ذلك؟ شكرا لك يا عامر هذه الأعمال يا بني تسمى سنن الوضوء وهي موضوع درسينا اليوم سنن الوضوء ألاحظ وأعبر تعبر الصورتان 1. التسمية في البداية 2. غسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء 3. المضمضة وهي إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه ثم مجه من سنن الوضوء الاستنشاق الاستنثار الاستنشاق وهو جذب الماء إلى داخل الأنف الاستنثار وهو دفع الماء من الأنف من سنن الوضوء مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما تخليل أصابع اليدين والرجلين عند غسلهما من سنن الوضوء ثمانية التيام أي البدء باليد اليمنى عند غسل اليدين والبدء بالرجل اليمنى عند غسل الرجلين من سنن الوضوء تسعة التثيث في الغسل والتخليل أي فعل ذلك ثلاث مرات عرفنا يا معلمي في درس سابق أن الذي يترك واحدا من فروض الوضوء لا يصح وضوءه وعليه إعادته فماذا على الذي يترك واحدة من سنن الوضوء أحسنت يا سعيد سؤالك وجيه من ترك واحدة من هذه السنن يبقى وضوءه صحيح ولكن ثوابه لا يكون كاملا أصل بخط بين العمود ألف وما يناسبه في العمود باء فيما يأتي التثيث غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات أمسح ظاهر أذني وباطنهما أغسل أغسل يدي إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء قبل بدء الوضوء أقول بسم الله أتعلم من سنن الوضوء أولا التسمية في بداية الوضوء ثانيا غسل اليدين إلى الرسغين قبل إدخالهما في الإناء ثالثا المضمضة رابعا الاستنشاق خامسا الاستنثار سادسا مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما سابعا تخليل أصابع اليدين والرجلين ثامنا التيام تاسعا التثيث في الغسل والتخليل أتعلم واحد المسلم يحافظ على آداء سنن الوضوء كما يحافظ على آداء فروضه اثنان المسلم الذي يترك إحدى سنن الوضوء لا يكون ثوابه كاملا نشاط أرتب فرائض وسنن الوضوء بوضع الرقم المناسب فيما يأتي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثمانية الأنشطة أكمل الفراغ فيما يأتي أرف أعمال الوضوء التي نقوم بها زيادة على فروض الوضوء تسمى سنن الوضوء باء إذا ترك المتوضئ سنة من سنن الوضوء فوضوءه صحيح ولكن ثوابه لا يكون كاملا الأنشطة أفرق بين الاستنشاق والاستنثار الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف والاستنثار هو دفع الماء من الأنف الأنشطة أضع كلمة فرد أو كلمة سنة أمام كل عمل من أعمال الوضوء الآتية مسح الأذنين سنة غسل الوجه فرد التسمية في بداية الوضوء سنة تخليل الأصابع سنة المضمضة سنة مسح الرأس فرد أقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فإذا نويت القيامة إلى الصلاة أسبغ الوضوء وأحسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم دعواتنا للجميع بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر